بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث عن أبحاثه في دروسه وبرامجه في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى ورضي عنه وأما في يوم الأحد فكان يقرأ في الجامع الحموي صباحا تفسير القرآن الكريم ويصحب معه الجزء الأول من تفسير العلامة الخطيب رحمه الله تعالى فيقرأ الجملة من تفسير العلامة الخطيب ويشرحها ويعلق عليها ويفرع عنها مسائل علمية وعرفانية وجميع ذلك مع الأدلة من الكتاب والسنة على وجه مفصل واضح وأما في يوم الأربعاء فيقرأ في الجامع الحموي صباحا كتاب مشكات المصابيح للإمام الكبير والعلامة الشهير الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى ويشرح الأحاديث شرحا مطولا مفصلا مع بيان قضايا التوحيد التي تمر معه في شرحه للحديث على مذهب علماء التوحيد من المتكلمين وعلى مذهب علماء التوحيد عند العارفين وإذا اختلفت أقوال المتكلمين مع أقوال العارفين يرجح قول العارفين مع الأدلة الساطعة والحجج البينة اللامعة كما كان يرجح مذهب السلف على مذهب الخلف إذا اختلفا في قضايا التوحيد وأما يوم الخميس فيقرأ في الجامع الحموي صباحا شرح الطريقة المحمدية للعلامة الكبير والعارف الشهير فضيلة الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه ونفعنا به وبجميع أولياء الله تعالى أجمعين ويبين ما فيه من الكنوز والجواهر العرفانية والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر